اشتركوا في القناة هذا الحلقة هي حلقة هاردوير أو صيانة وهي عبارة عن نصيحة بسيطة أو خطوة أو فكرة بسيطة لحل مشكلة كبيرة أنا لماذا أقول مشكلة كبيرة لأنه بالفعل كانت تسبب لي مشكلة كبيرة وهو مسألة إزالة زجاج الحماية المكسور وتركيب زجاج حماية جديد صالح حقيقة هناك الكثير من المشاكل تواجهنا يعني عند الإزالة عند محاولة تفادي حدود تقطيع في الفلاتة الخاصة بالتاتش والخاصة بالشاشة والإضاءة إلى آخرين ولكن من هذه المشاكل التي كانت تواجهنا وهي تصرب مادة لوكا لوكا يعني هذه المادة لوكا إما هذه أو هذه تصربها لمنطقة الكاميرا الأمامية والحساسات والحساسات يعني أنا شخصيا عانيت من هذا المشكل أعفون مرات ومرات عانيت من هذا المشكل ولكن الحمد لله توصلت إلى فكرة وطريقة بسيطة لحل هذه المشكلة بشكل نهائي والحمد لله يعني كل ما في الأمر هو فعل بعض الخطوات البسيطة لحل هذه المشكلة فأنا عانيت منها صراحة بشكل كبير جدا وربما الكثير مننا عانى وربما هناك من وجد الحلول ولا أعلمها وربما هناك يستخدم طرق أو طريقة أفضل من التي سوف أقولها لكم الآن المهم على أي حال فأنا أهديكم هذه الطريقة التي تشتغلوا بها والتي تعملوا معي بشكل جيد إذن نبدأ على بركة الله ونبدأ القصة من البداية حتى نفهم جيدا ما أتحدث عنه إذن مشاهدين الكرم نبدأ على بركة الله إذن كما نشاهد فهذا هو الهاتف إذن كما نلاحظ فهذه خطوات عادية وبسيطة ولكن أحببت أن أعيد القصة من البداية حتى نفهم جيدا ما نتحدث عنه أو الفكرة التي أود الإصالة إذن كما نرى فهذا ززاج الحماية مكسور بشكل كامل إلى أجزاء صغيرة جدا جدا إذن الخطوات هي بسيطة وسبق لي أن قمت بعرض عشرات الفيديوهات لطريقة إزالة وتركيب ززاج الحماية وفي الحقيقة كلها بعمل التسخين وليست أوكا لأن أوكا في الحقيقة تحتاج إلى آلتين واحدة للضغط مع التسخين وواحدة مع الضغط مع ضغط الهواء وأيضا الحرارة نعم هذا موضوع إن شاء الله نتمنى من الله أن يوفقنا حتى نشتري هذه الآلات ونشتغل عليها ويكون أيضا عليها شروحات إن شاء الله إن أنه في بداية فالأمر عادي وطبيعي لابد من تعريض الهاتف للحرارة سواء بالأجهزة المعروفة للشاشة وأيضا أو السشوار الذي مجفف الشعر كمان نعلم فحتى هو أيضا يفي بالغارة بعد ذلك يعني نبدأ في استخدام أدات البلاستيك ويستحسن ويفضل أن تكون رقيقة وليست قاسية أو صلبة حتى لا تتسبب في كسط للشاشة نعم وعلينا دائما في البداية أن نبدأ بلطف وبحذر لأن عند البداية هناك من يخطئ ويدخل البلاستيك بين الطاتش وطابقة الدخان أو بولارزيدو أو الفيمي كما نقول فهذه الطابقة إذا لم تحسن إدخال البلاستيك أو أي آدات بشكل جيد فيمكنك أن تسحقها وتزيلها بشكل سيء وتضطر إلى فتح باب آخر للصيادة وهذا مشكل سيء وخطوة تجلب لك الكثير من المتاعد إذا نستمر بهذا الشكل بهذا الشكل فأعتقد بأن الكثير مننا يعلم وأحذر 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 فعند إجراء هذه العملية لا بد من وضع نظارات لا بد من وضع نظارات لا بد من وضع نظارات فما أدراك وما أدراك أن تتطاير أحد شضايا الزجاج في عينك والله ستتسبب لك في مشاكل وألم كبير جدا جدا إذا الحذر ثم الحذر فالوقاية خير من علاج ثم نستمر نستمر بكل لطفين بكل لطفين بهذا الشكل إذا لاحظوا معي هنا لاحظوا معي العدد الكبير من الزجاج الذي يتطاير فهناك احتمال كبير أن تتطاير لك أحد الزجاجات في عينيك وتسبب لك ألم كبير فأخذ تقنية ضحي النظارة ضحي النظارة ضحي النظارة نعم إذن بهذا الشكل بهذا الشكل إذا كل هذه الخطوات فهي مجرد تكرار معلومات يعني نكررها فقط فما أود أن نركز على وهتم بي وهي كيف نحافظ على عدم تصرب مادة لوكا إلى الكاميرا الأمامية والحساسات ما تسبب في مشاكل كثيرة نعم بهذا الشكل لاحظوا معي ثم نقوم بإزالة زجاج الحماية بهذا الشكل ثم بعد ذلك نمر إلى التنظيف بهذا الشكل ونحضر من أن نلمس أو نتسبب في قطع لأحد الفلاتات للشاشة وشاشة اللمس الطاتش نعم بهذا الشكل ثم بعد ذلك لا يبأس بوضع بعض اللاصق لأزرار ومفاتيح الخيارات أو إظهار قوائم التشغيل إلى آخره يعني بهذا الشكل لاحظوا معي إذن في البداية لا بد من تجربة الشاشة هل تأدت أمنها أو تتعطلت أمنها فهذه تجربة ضرورية إذن الحمد لله لم يحدث لها أي خلل لا زالت تعمل بشكل جيد إذن هذا ما يدل على أنه لا مشكلة في الاستمرار في الصيانة إذن هذه خطوة مهمة علينا القيام بها بعد ذلك يعني نقوم بتتبيت الفلاتة حتى لا تتحرك كثيرا ويحدث لا تقطعات وأيضا نتبت الأزرار لأنه يمكن عند تركيب الزجاجة أن عند الوضع تنفلت منك الفلاتة وتقعها في غير مكانها الصحيح إذن نفضل أن نتبتها بهذا الشكل لاحظوا معي ثم نضع الماسكات أو المقابس البلاستيكية الخفيفة البلاستيكية الخفيفة البلاستيكية الخفيفة حتى لا تتأدى الشاشة لأن هذه منطقة حساسة جدا جدا حساسة جدا جدا عليك الانتباه يا أخي الكريم وأن تنتبه كيف تضع المقابس وتكون خفيفة يعني ليس لها ضغط قوي ليس لها ضغط قوي نعم كما أورد أن أذكر عفوا سأدهر هذا الكاميرا هذه معلومة أن تذكرتها الآن عفوا تذكرتها الآن إذن كما تشاهدون الآن على الكاميرا هذا المقبس هذا المقبس هو متوفر في الأسواق هو متوفر حاليا في الأسواق هذا المقبس لا أنصحكم بوضعه على تتبيت التاكتيل يعني شاشة اللمس أو ززاج الحماية لأنه قوي يعني به هذا السلك هو قوي جدا يعني مفرد في الضغط يعني يضغط بشكل قوي إلى درجة أنه غالبا يكسر الشاشة أو يتسبب في الكسر فلا أنصحكم باستخدام هذا النوع لأنني أرى في بعض الصور وبعض المنشورات بأن هناك من يستخدم هذا للتتبيت هذا يمنع من عن كلية استخدامه لأنه قوي جدا يعني هو له أغراض أخرى يعني أنصحكم بعدل استخدام يعني كانت هذه مجرد معلومة تذكرتها نعم بعد تتبيت الفلاتات أو الأزرار ثم بعد ذلك نمر إلى تنظيف الشاشة ونمر الآن إلى تنظيف شباك السماعات فهناك بعض التقنيين يقومون بإزالة الزجز ولا ينضيفون هذا الشباك المعدني للسماعات ويبقى الصوت ضعيف نعم الآن نمر إلى المعلومة والخطوة التي من أجلها قمت بتصوير الحلقة وهي كيف نتجنب تصرب المادة اللوكا إلى الكاميرا والحساسات أما إذا كانت لك آلات تركيب الأوكا يعني الكولة البلاستيكية كما نقول فلا مشكلة يعني لن يطرح لك هذا المشكل أما إذا كنت تستخدم هذا النوع من يعني المشكلة سيحدث معك يعني غالما سيحدث معك مشكلة يعني تصرب اللهكا إلى الكاميرا الأمامية والحساسات وتتسبب في مشاكل كثيرة تسبب في مشاكل كثيرة أنا شخصية فكرت وفكرت لأنني عانيت من هذا المشكل بشكل كبير جدا جدا توصلت إلى حل وهو بوضع مادة لاصقة تعزل يعني تمنع تصرب مادة لوكا إلى الكاميرا الأمامية والحساسات والحساسات بهذا الشكل لاحظوا معي لاحظوا معي حتى تفهموا جيدا ما أودوا شرحوا يعني نضع المادة لاصقة بهذا الشكل لاحظوا معي جيدا هنا يعني نصนع جدار أو بمعنى أن نصنع جدار الصد لعدم تصرب الوكا إلى الكاميرا الأمامية والحساسات بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل ثم نخرج المادة لاصقة إلى الخارج حتى لا يقع علينا خط من المادة اللاصقة إذن بهذا الشكل لاحظوا معي لاحظوا معي بهذا الشكل بعد الانتياء نضيف طبقة تانية نضيف طبقة تانية حتى يصبح السامي قليلا delay. نوضيف طبقة ثانية بهذا الشكل ننتظر حتى تجفة ثم نضيف طبقة ثانية، لاحظوا معي حتى صغيرة تظهر لمدة مستوى الإطار الذي يمسك الشاشة بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل. هذا الشكل لاحظوا معي. لاحظوا معي بعد ان قوموا بتستيواء للشاشة لاحظوا معي. بهذا الشكل يعني نصنع جدار للكاميرا امامية وجدار للحساسات. وننتظر حتى تجف او تصبح لينا. تصبح مطاطي يعفون ان صح التعبير. يعني لا نقوم مباشرة بتركيب زجاج الحماية لا. فعلينا انتظار لمدة تقريبا دقيقة او دقيقة ونصف حتى تصبح المادة اللاسقة او 800 الصفراء يعني مطاطية. مطاطية يعني تتماسق قليلا. لاحظوا معي بهذا الشكل لاحظوا معي. بهذا الشكل لاحظوا معي. تصبح مطاطية. نعم جيدا بهذا الشكل. وهكذا نكون قد صنعنا جدار الصد لمنع تصرب مادة الاوكا الى الكاميرا الامامية والخلفية. انت كما تلاحظون فمستوى العلو اصبح لهم مثل هذا الايطار المعدني. وهذه الطريقة استخدمها وهي تنجح بشكل جيد. واااااااا اكون اعتفادته مشكل تصرب المادة اللوكا الى الكاميرا الامامية الحساسة وهي مشكلة خبيطة خبيطة. اااااااا سبعا صراحتا تسببوا لائرهاق. ثم بعد ذلك نقوم بتنظيف الشاشة. وانضع مادة اللوكا بهذا الشكل يعني. أنا افضلها افضل وضعها بهذا الحرف او بهذا الشكل انت صح التعبير بهذا الشكل. نعم ثم بعد ذلك نأتي بالزجاجة ولاحظوا معي هناك خطأ صراحة بعد التقنيين يقعون فيه أو ينسون أو ينسون وأنا حدثت معي ذات مرة صراحة وأننا ننسى البلاستيكة أو طبقة البلاستيكة التي تضع هنا لمنع خدوش أو حتى تبقى الشاشة نظيفة يعني علينا أننا ننسى دائماً هذه فهناك بعض الزجاجة الحماية توضع بلاستيكة إذا لم تنتبه لن تراها فهي موجودة ويصعب حتى إزالتها لاحظوا معي بهذا الشكل يعني عليك أن تزيلها لأن إذا تركتها فسوف تصبح الشاشة تظهر ألوان غير جيدة وإذا كانت فقعت نقوم بإزالتها بأحد الإبر ثم نضع الزجاج بهذا الشكل لاحظوا معي وبعدها سوف تجد نفسك أنك تخطيت مشكلة تصرب مادة الأوكا إلى الكاميرا الأمامية والحساسات إذا كما نلاحظ فهي لم تتصرب إلى الحساسات والكاميرا الأمامية كما أبشركم من سألة مهمة جداً جداً وهي أنه في حالة إذا وجدتم بأن المادة اللاسقة أو المادة اللاسقة الثانية التي قمنا بها أوه 800 تصربت إلى الكاميرا الأمامية والخلفية فإزالتها أمر بسيط وسهل جداً جداً عكس مادة الاوكا عكس مادة اللوكا لاحظوا معي كيف ذلك المثال بسيط هذا فقط مثال بسيط فقط لاحظوا معي سوف نعرض ذلك عن المايكروسكوب مثل الكاميرا الأمامية يوجد حبيبة سغيرة هنا سوف نعرف كيف تإزالتها بشكل بسيط جداً إذن كما تلاحظون فمادة لوكا لم تتصرب إلى الحساسات والكاميرا الأمامية إذن نعرضها على المايكروسكوب لاحظوا معي هنا بعد عرضها على المايكروسكوب نرى بأن مادة لوكا لم تتسرب ولكن هناك جزء صغير من المادة اللاصقة 800 80 إذن أتمنى أن تروا لاحظوا معي 8800 8000 هذه هي التي استخدمت إذن لاحظوا معي جيدا هنا فعند وضعها تحت المايكروسكوب يوجد نسبة قليلة لا تنسعجوا لأن إزالتها أمر سهل جدا عكس مادة لوكا فهي كارتة كارتة إذا مرت إلى الكاميرا أو الحساسات كل ما عليك وهو استخدام مقبس حاد وإزالتها بكل سهل لأنها مادة ما تعضية يعني تنجمع بهذا الشكل فتكون قد إنحل معك المشكل بكل سهولة نعم نعم بهذا الشكل يعني الأمر بسيط جدا جدا نعم كما نشاهي وبهذا الشكل نكون قد تفادينا مشكلة الكاميرا الأمامية ولا ننسى لاحظوا معي هنا دي فكرة فقط نستخدم هذا المناديل التي تستخدم لتنظيف الأطفال فهو به منظف جيد لأن طبقة الحماية تكون لازالت عليه مادة لوكا التي تسبب في مشاكل كثيرة وبقاع سية ننظف الهاتف جيدا هذا فكما نقول رحم الله عبدا من عمل عملا فأتقنه ننظف الهاتف جيدا لأن مادة لوكا تبقى رائحتها وبعض المناطق موجودة على الهاتف بهذا الشكل نلاحظوا معي بهذا الشكل بشكل جيد وننظفه بشكل جيد حتى نعيد الأمانة إلى صاحبها ونحن قمنا بعملين متقن وبه إخلاص كبير بهذا الشكل ثم لا بأس لا بأس أنا أحب أيضا وضع ززاج الحماية التاني لإصلاح حتى يكون الإصلاح متقن وجيد وننظف الهاتف بهذا الشكل إذا كما تلاحظون فالكاميرا الأمامية الحساسات لم تصل له مادة لوكا ولم تفسد العملية أي شيء نلاحظوا معي بهذا الشكل ونقوم بتركيب ززاج الحماية التاني إذا لاحظوا معي هنا فالكاميرا يعني لا توجد عليه أي مادة تصربت لها وأي مادة لوكا إذن أحباب يتمنى أن تكونوا قد تستفتوا من هذا الدرس المتواضع في طريقة تجاوز أو حل مشكلة تصرب مادة لوكا للكاميرا الأمامية والحساسة والسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته